برحب بكم عزيزيزين في حلقة جديدة من حلقات سين وجيم وسؤال النهاردة من موقع الإسلام سؤال وجواب وأنوان الحلقة إجبار الزوجة على الجميع خلينا نشوف السؤال هل يجوز للرجل أن يجبر زوجته أو أمته على الجميع إذا رفضت؟ هنا السؤال بيقول هل يجوز شارعاً يعني أن الرجل يجبر زوجته أو أمته على الجميع لو هي رفضت؟ خلينا نشوف الإجابة ليس للمرأة أن تمنع نفسها من زوجها بل يجب عليها أن تلبي طلبه كلما دعيها ما لم يضرها أو يشغلها عن الواجب وده في البخاري ومسلم زي ما أنتوا شايفين عن أبي هريرة قال قال رسول الله ازدعى الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غطبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح فالي امتنعت من غير عزر كانت عصية ناشزا تسقط نفقتها وكسوتها يبقى الراجل لو دعى امرأته للفراش وأبت يعني الملائكة هتستنيها كده هتشوفها النهاردة عملت ايه مع جوزها فتقعد الملائكة غطبانة يعني وتلعنها غير ما يصبح لها الصبح يعني الملائكة بترقب كل بيت مسلم أول ما ستت ترفض تقعد طول اللي تلعنها غير ما تسح يعني طبعا غير ما تسح من النوم ولو امتنعت من غير عزر كده هي بتكون ايه عصي عصية وناشز وكمان بيحرمها من النفقة والكسوة يعني مداش فلوس تصرف وقال لها حتى يجيب لها هدو يعني العلاقة الزوجية بين الراجل والست المسلمة مرهونة بايه بالجميع تلبي دعاء الراجل للفراش تاكلي وتشرب وتلبس امتنعت يمفيش أكل وشرب ولا كسوة وخلينا نكامل الإجابة وعلى الزوج أن يعزها ويخوفها من عقاب الله ويهجرها في المدجة وله أن يضربها ضربا غير مبرح قال الله تعالى واللاتي تخافون نشزهن فعزهن وهجرهن في المداجع وضربهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان علي كبيرا وده في سورة النساء 34 يبقى الزوج بيعز مراته ويخوفها من عقاب الله وبيهجرها طب هو لما بيهجرها في المدجة هو كده بيعقبها ولا بينفز رغبتها برضي دي حاجة يعني إيه عادي تفكير شوية وبعد كده بيروح إيه يضربها بس ما يكسر لهاش عظم يعني الدرب كده زي أمن الدولة يعني إيه ما يبادمش يعني وبيبقى غير مبرح يعني في نفس الوقت زي ما تسألوا ليش ما يكسر لهاش عظم ويكون بهدوء يعني مش طيب أنا دلوقتي واحدة عمل رجوسها عمل معها كده هل هي كده هتقتنع باللي عملوا جوسها وعادي بعد كده كده عالج المشكلة وهتعاش رجوسها عادي ولا ده مش بيسبب لها أي ألم نفسي لو جوسها ضربها وخلينا نكامل للإجابة ونشوف وسؤل يا شيخ الإسلام ابن تامية رحمه الله عما يجب على الزوج إذا منعته من نفسها إذا طلبها فأجابة لا يحل لها النشوذ عنه ولا تمنع نفسها منه بل إذا امتنعت منه وأصرت على ذلك فله أن يضربها ضربة غير مبرح ولا تستحق نفقة ولا قصما يعني القصم اللي هو بين الأزويج يعني ده في مجموعة الفتاوي يبقى شيخ الإسلام ابن تامية أكد اللي بتمنع نفسها وأصرت على كده هتتضرب وتتحرم من النفقة وين كامل الإجابة وسؤل عن الرجل له زوجة وهي ناشس تمنعه نفسها فعل تسقط نفقتها وكسوتها وما يجب عليها فأجابة تسقط نفقتها وكسوتها إذ لم تمكنه من نفسها وله قد يضربها إذا أصرت على النشوذ ولا يحل لها أن تمتنع من ذلك إذا طلبها به بل هي عصية لله ورسوله وفي الصحيح إذا طلب الرجل للمرأة إلى فراشه فأبت عليه كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى تصبح وده في مجموعة الفتاوي والحديث روى مصل يعني شيخ الإسلام لما سألوه أن الراجل ليه زوجة ناشس بتمنعه نفسها هل بتسقط نفقتها وكسوتها وما يجب عليها يعني ما يجب لها الأكل واللبس والحاجات ده قال آه آه تسقط نفقتها وكسوتها وكمان يضربها ده هي كده عصيل لو رسوله إيه رأيكم هل هنا عالج المشكلة من أساسها يعني لو الستة منعت نفسها عن جسها المفروض يقوله إيه حل المشكلة اللي بينكم بالتفاهم آه مش ما تأكلهاش ما تشربهاش وضربها آه لو فيه واحدة جسها ضربها مش هتوافق أصلا يا عشرة بعد كده دي معاملة العبيد إنك تضرب وتروح تعاشر دي مش معاملة بناء دمين يعني مع بعض آه إذا لو الراجل طلب مراته إلا فراشه فأبت يقولك إيه كان اللذي في السماء صاخت عليها حتى تصبح يعني الله البعبة ده اللي بيخوفه بيه خلي بالك لو جزء طلبك وانت رفقتي طول اللي هيكون صاخت عليك وخلينا نكمل الإجابة فينبغي وعز الزوجة أولا وتحذيرها من النشوذ وعضب الله عليها والعانة الملائكة لها فإن لم تستجب هجرها الزوج في الفراش فإن لم تستجب ضربها ضربا غير مبرح فإن لم ينفع معها ذلك منع عنها النفقة والكسوة وله أن يطلقها أو يخالعها لتفتدي منه بمالها وكذلك الأمة ليس لها أن تمتنع من تلبية رغبة زيدها إلا من عزر فإن فعلت كانت عصية وله أن يؤدبها بما يراه مناسبا وأزن الشرع به والله أعلم وهنا أنا عايز أقول لكم إن الحيوانات لا تضرب في الغرب يعني لو فيه واحد شفوه أو عرفوه أو حد مثلا كده بلغ عن حد بيضرب الكلب اللي هو بيربيه أو بيمنع عنه الأكل أو بيعذبه بأي وسيلة هيتحاكم وكمان الأطفال نفس الحكاية لا تضرب الست اللي تمنع نفسها بيقولك هنا تعمل معها اهجارها واضرابها وكمان العبدة نفس الشيء قدبها والملاكة هتلعنك يا مرأة لو أنتي امتنعتي هل فيه ملاكة بتلعن أصله؟ يعني تعالوا نشوف كده الحديث اللي جاي بيقول إيه؟ قال الرسول الله لا تضربوا إيماء الله فجاء عمر إلا رسول الله فقال زائرنا النساء على أزواجهن يعني نشزنا فرقص فيه ضربهن فقطاف بقال رسول الله نساء كثير يشكون أزواجهن فقال النبي لقطاف بقال محمد نساء كثير يشكون أزواجهن ليس أولئك بخيركم ده روايه داود وصحاها الألباني زي ما أنتوا شايفين يعني مر الرسول قال يعني كده جات في موخ الرسول قال محدش يضرب يعني يا جماعة ما تضربوش إيماء الله محدش يضرب الستات راح عمر قال للرسول انت اللي بتقوله دا كده الستات نشزت راح الرسول قال خلاص اضربوهم هو المفروض لا ينطق عن الهوى يا مر اضربوهم لا الستات مش عارفة الستات يعني النوائية كانت أيام الرسول كانت إيه فرح قال لك إيه خلاص اضربوهم ورخص في ضربوهم إيه رأيك هل الإسلام كده انت شايفه بيرتقب الإنسان المفروض لو دين من عند ربنا يعلم الناس احترام البناء آدم احترام إنسانات الإنسان ويرتقب تصرفاتهم لكن دا بيعلم العنف مع الجنس الأضعف وهو النساء وربنا عمره ما يؤمر الراجل انه يضرب واحدة ست أضعف منه أبدا الله مش كده الله عمره ما قال اضربو نسائكم بل بيقول احبو نسائكم زي ايه زي ما كده المسيح احب الكنيسة يعني حب ان انت تبزل نفسك من أجلها فضرب الراجل للست مش تعليم سماوي وفكروا معي وقرنوا وشوفوا هل فعلا التشريع دا من عند ربنا ولا لأ وألتقي بكم في الحلقة القادمة من سين وجيمي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة